في زاوية أخرى أصبح المدربين البرتغاليين شيء ملطوبين أو هم ملطوبين دائما في كرة القدم المصرية وأنتم تتابع كرة القدم المصرية والأنداء المصرية دائما وأبدا المدرب البرتغالي له الأولوية عند كل الأنداء والمنتخبات المصرية لماذا تفوق المدرب البرتغالي في مصر تحديدا أو لماذا المدرب البرتغالي دائما مطلوب في مصر أعتقد أنهم جيدين خصوصا في مصر يجب أن أقول مانويل جوزي هو كان من أوائل المدربين المرتغاليين في مصر وقد أدى بشكل رائع فاز بكل شيء وأعتقد أن بعد ذلك قد ناجح أيضا في أوروبا وليس فقط المدير الفني البرتغالي في مصر كجوزي مورينيو وبدأت الأندية بعد جوزي مورينيو تستقدم مدربين برتغاليين وكذلك من البرازيل فبالتالي المدربين البرتغاليين جيدين نحن بلد دولة صغيرة ولكن لدينا لاعبون ذوي مهارة عالية وأيضا مدربين ذوي جودة عالية المدرب البرتغالي الآن اعتاد أن يعمل في مصر وأيضا ترك انطباعا جيدا على مستوى النتائج ولكن الأهم هو التأقلم مع الثقافة المصرية أعتقد أن المواطنون البرتغاليون قادرون على التأقلم مع الثقافات المختلفة وهذا ما ساعد المدربين البرتغاليين أن يتأقلموا سريعا مع بلدكم والمكان الذي يعملون فيه أخير المدربين البرتغاليين في مصر الآن هو جوزي جوميز مع نادي الزمالك رأيك إيه في هذا المدرب كان المدير الفني الخاص بي في بنفيكا كان مدربي كان مدرب مساعد في هذا الوقت أنا أعرفه جيدا هو مدرب طموح جدا يعمل منذ فترة طويلة خارج البرتغال فبالتاني وعاد البرتغال مرات عديدة ولكن أعتقد أن خبراته تجعله يعرف الكثير عن كرة القدم لديه الآن تحدي كبير لأن الزمالك كما أعرف هو نادي كبير جدا في مصر فهذا تحدي كبير للمدرب لديه أن يبدأ بشكل جيد يجب أن يكون صبورا ويجب أن تكون الإدارة صبورة معه لأن المدرب أتى بنظريات جديدة وبطرق لعب جديدة لديه خبرات ويجب عليها أن يعرف اللاعبين جيدا ومباراة الأولى التي خاضها كانت جيدة ولكن لديه الكثير من المباريات القادمة لديه مباريات هامة خلال الفترة القادمة أعتقد أن المدرب وطموح المدرب هام خلال الفترة القادمة مع الزمالك وأنا متأكد أنه سينجح مع الفريق نونو جميز واحد من أهم نجوم المنتخب البرتغالي على مر التاريخ أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء عبر زوم وكلام مهم جدا طيب ترجمة نانسي قنقر